على صعيد الإنساني وصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فعليات حملة الأزارق في أعيننا وذلك ضمن سلسلة الأعمال الإنسانية والخيرية والخدمية والتنموية التي تنفذها بالمحافظات اليمنية المحررة ومنها عدن وأبين ولاحج وتعز وضلع فقد سيرت الهيئة ضمن الحملة قافلة مساعدات غذائية لإغاثة ألف أسرة متعففة من سكان قرى ومناطق مديرية الأزارق بمحافظة الضالع بعد أن قطعت فرقها التطوعية الطرق الجبلية الواعرة لتقديم المساعدة للأسر المحتاجة وتعد هذه القافلة الثانية في أقل من أسبوع وتسيرها الهيئة لمحافظات الضالع ضمن عملية الاستجابة العاجلة لإغاثة المحافظات المحررة هذا وأشهد المواطنون المستفيدون من قافلة المساعدات خلال تسلمهم السلال الغذائية بما تقدمه دولة الإمارات من مساعدات في مختلف المجالات خاصة ما يمس منها حياة الناس المعيشية بشكل مباشر مثل المياه والتعليم والإيواء